إلى ذلك أكد وزير الصحة أنه تم التأكد من سلامة مياه الشرب في جميع محطات المياه بأسوان من خلال أخذ عينات من عدد من المحطات لفحصها مشيرا إلى أن هناك نظاما لحوكمة مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة مية النيل اللي جاية عبر روافضها من كل الدول الأبلينا فيه نظام لحوكمة والكشف والأطمئنان على مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة وزارة الري والموارد المائية بتأخذ عينات من السد ومن البحيرة بشكل يومي وإسبوعي حتى تطمئن على المياه عند وصلها إلى الأراضي المصرية وبمعامل متقدمة جدا وتستطيع أنها بتطلع تقارير وتقدر تعمل معالجات إذا فيه أي شيء ويعني مرينا بحاجات زي كده كثيرا ثم المياه دي بتروح على محطات المعالجة اللي بتبقى في عهدة وزارة الإسكان والشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللي بتجري عمليات من المعالجة لهذه المياه وعمليات أيضا التحليل الدوري والكشف الدوري والمعملي بشكل يومي في هذه المحطات حتى تطمئن عليها ثم يأتي دور وزارة الصحة أنها بتجرى كل الإجراءات الخاصة بين الكشف المعملي والتحليل عند خروج المياه من محطات الشرب أو محطات المعالجة إلى الشبكات الداخلية للمنازل وطبعا في نص الكلام ده كله وزارة البيئة بتعمل في أمور كثيرة حول هذه المحطات ووزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات فإذا هناك منظومة معقدة جدا للإطمئنان على كل نقطة مياه حضرتك بتشوفها في الحنفية اللي بتنزل قدام ترجمة نانسي قنقر